السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا مرحبا بكم ابناء الطلاب في مسابقة الكنجارو لمادة الرياضيات لعام عشرين واحد وعشرين. النهاردة هنكمل المراجعة المكسفة رقم اتنين. يلا بينا. تعالوا كده ناخد مع بعض اول سؤال. بيقول لي هنا اي من البلاطات التالية يملأ المنتصف بحيث تكون الخطوط من نفس اللغة المتصلة. يسمح بتدوير الشكل فيه المنتصف. يعني السؤال ده يعني شايف الشكل اللي قدامك ده نجيب لك حتة فاضية. الحتة دي احنا عايزين نشوف شكل مناسب لها. هنركب واحد من دول هنا. بحيث تكون الالوان متصلة. يعني الكلام دواك. خليك لماح. شوف كده هنا. عندك هزي اللوحة او هزا الشكل فيه لون اذر. مش كده. مش بيلفه شايح بيلف. يبقى الشكل ده هيلف. يبقى الازر ده هيجي كده هيلف. هيدور كده هيتصل بده. بكده انا عرفت اللون اذر. عرفت اول شكل عيني. طيب. وبعد كده انا شايف برضو اللون الاحمر هيلف معاه اهو شايف اهو بص كده اهو. هيلف متصل. هيلف معاه. ده مشي مع ده. وده مشي مع ده. يا السلام يا استاذ. وشايف كمان حاجة اللغة الاصفر هو بيلف معاه متصل. يبقى نفس الكلام اللغة الاصفر دوت هيمشي كده. اهو. فين بقى الشكل دوت. الشكل ده فين? اهو. فين الشكل ده? طبعا اللي زيه هنا هتكون الاجابة باق لمن نفس اللي احنا عملناه بالزبط. طيب. تعال نشوف بقى السؤال الجاي ده. يرغب باسل في تقطيع الشكل الاول الى مسلسات متطابقة كما بالشكل اتنين. عندي شكلين. الشكل ده عايز اقسمه لمسلسات زي ده. كما عدد المسلسات التي سيحصل عليها? اتناشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر. تعال نشوف. للوقتي انا عايز ارجسم ده المسلسات. قسمه خليت ناصح اهو. اعمل كده. بص انا شايف ان ده ينفع اعمل المسلس اخو يا استاذ. بس المسلس ده مش قد ده. اقسمه كده يا سيدي. عملنا حاجة. يبقى المسلس ده اهو. قد المسلس ده بالزبط. تعال نرسينا بخط اوضح شوية اهو. عملت كده. وبعدين ههوصل دي كده. اها. يبقى مسلسين دول. قد ده. يبقى هنا عملت مسلس وهنا عملت مسلس. طب ما انا اين في عمل دي كده? ينفع اعمل دي كده. صح? المسلس ده شبه ده. يبقى هنا واحد. طب المربع حاسيمه كم مسلس تعال نوصل الكتر ده كده. كده مسلس ايه? مش زي ده لسه. اقسم ده كده. كده عملت اربع مسلسات زي دول. يبقى هنا اربعة. كزلك ده لو هقسمه هقسمه كده يديني هنا برضو اوصل دي بدي يديني هنا اربعة زي ده. ونفس الكلام هنا يديني كام اها وصلت يديني اربعة مسلسات. تعال بقى نجمع كده. اربعة واربعة تمانية يبقى اربعة مسلسات. واربعة مسلسات. واربعة مسلسات. ومسلس ومسلس. اربعة اربعة تمانية واربعة اتناشر. وتلاتة خمستاشر مسلس. يبقى الاجابة هتكون ايه? هتكون جي. موضوع بسيط جدا يا جماعة. تعبا نشوف السؤال ده وتسؤالي هتعمل على التخيل وبعد النظر. طب مع وضع ستة اشريطة متداخلة كما هو معضح بالشكل او الشكل قدامك ده. ست اشريطة اصفر ولونهم ازرق مع بعض. ما زي يمكنك ان ترى اذا نظرت الاهي من الجهة الخلفية. دلوقتي احنا في الجهة الامامية شايفين ان عندي واحد ازرق من تحت اهو. بالطول. وبعدين فجيء اتنين اصفر. وبعد كده شايفين واحد اهو شايف بالشكل ده. ده كده الجهة الامامية. احنا عايزين الجهة الخلفية. عايزين العكس. لما نشوفه من العكس هنشوفه ازاي. هل هي الف ولا باق ولا جيم ولا ده. طبعا بكل بساطة السؤال ده تركز معا كده. لما نشوفهم الجهة خلفية يبدأ عندك هنا الاصفر ده. هو ده موجود هنا. وده موجود هنا. طبعا لما تشوفه من ناحية التانية من العكس. هيكون الازرق ده هو اللي ظهر قدام. صح? وهيكون ده ايه? هيكون نفس الكلام برضو هنا. نفس الكلام يبقى الازرق هيكون ظهر قدام يعني دول هيكون وراء. طيب عندك هنا الازرق ده في الناحية التانية هيبقى وراء هو هنا قدام هيتعكس. ونفس الكلام في باقي الاشكال. يبقى لو انت لحظت الف دي مش هتنفع. مش هتنفع خالص الف. لان الف هنا مش مطابق لنفس الشروط. طب تعالى باقي. باقي هنا برضو مش مطابق. هنا الشكل التالت دوت مش ماشي مع ده. يبقى دي مش هاخدها. طب و جيم تعالك لنا نشوف جيم. ايوة سيد جيم هي الاجابة الصحيحة لنفس الكلام اللي قلناه هنا الشريط لا زرق هيبقى من تحت اهو والاتنية الاسهر من فوق. هي العكس هيبقى الازرق هو اللي من فوق والاصفر هو اللي من تحت. يبقى دي الاجابة الصحيحة الاجابة جيم. السؤال الرابع. يريد انس ان يحزف مربعا واحدا من هذا الشكل. يعني الشكل ده عايز يحزف منه مربع. طب كم شكلا من هذه الاشكال يستطيع الحصول علي? يعني دلوقتي انا عايز يحزف مربع واحد من المربعات اللي موجودة هنا. هينطق كم شكل من دول? كم واحد اقدر احصل عليه? تعال نشوف مع وقت. اول حاجة انا ارسمت لك الشكل تاني هو عشان ما اطلق ضرش نفس الشكل ده هو هو ده. عايزت مسلا مربع ده. وليكن مسلا ده. اهو. نقول تاني. حزفت ده. اعطاني الشكل ده اللي هو عامزة لحرف ال ال. فين حرف ال ال اهو. يبدأ معايا. طيب. تعال نشوف نفس الشكل الاولاني. انا حزفت ده. مرود هاحزف ايه? هاحزف اللي فوق. اعطاني الشكل ده. عامزة لحرف الزت. فين ده? اهو. معايا. كده حصلت كام شكلين. تعالي نشوف كده نفس الرسمة دية اهي? انا حزفت ده. بعدين حزفت اللي فوق. تعالي نحزف ده كده? اهو. ايه ده? طلع الشكل ده. الشكل ده فين? اهو بس معكوس. ده مش عقدة يحصلوا. يبقى كام شكل الواحد جدري يحصلوا? سلاسة اشكال? والاجابة هنا هتكون بقى. طيب يا استاذ? تعالي نشوف بقى السؤال الخامس. سؤال جميل جدا فيه فكرة مميزة. بيقولك هنا الشكل يوضح ميزاني. عندي ميزانة هاو وميزانة هاو. الميزان على اليسار على الشمال به تسعة اقلام وكتلة سلسين جرام. يعني عندي تسعة اقلام هاو واحد مين تلاتة اتبعة خمسة ستة سبعة في الكفة الاولى. والكفة التانية فيها قلمين وكتلة او اه حاجة كده وزنها بتلاتين جرام. والميزان على اليمين دول به قلم رصاص وقلم حبر. ده قلم حبر. وده قلم رصاص. والكفة التانية فيها خمسة عشرات جرام. ما وزن القلم? الحبر. خد بالك انا عندي هنا طبعا الميزانين دولة في حالة اتزان قد بعضها هاو. طيب دلوقت عشان نحل السؤال دوت هيلغبطني. انا هبدأ من اليمين ولا ابدأ من اليسار. ما لازم احسب القلم ده وزنه كام? عشان خاطر عوض به هنا. وشوف وزن القلم الاحمر هيبب كام? الحبر ده هيبب كام? طيب. دلوقت انا نلاحظ ان الكفتين دول قد بعض. لو انا حزفت من هنا قلمين. همشي دول. يبب لازم همشي هنا قلمين. عشان يفضل كافة الميزان متزنة. يبب كده هنا عندي كام جلام? كده باجي عندي خمس اقلام. يبب خمس اقلام بكام? بتلاتين. يبب خمس اقلام بكام? وزنهم بكام? بتلاتين جرام. يبب القلم الواحد بكام? يبب نقسم تلاتين تقسيم خمسة. فيها ستة جرام. يبب القلم الواحد بستة. تعال بقى هنا يبب القلم ده بكام? بستة. آه. يبب ستة زائد كام يديني خمستاشر? يبب ستة زائد تسعة. يبب وزن القلم الحبر يبب كام? خمستاشر نقص منها ستة يساوي تسعة جرام. والاجابة هتكون ده. ودي الاجابة ايه الصحيحة. تعال بقى السؤال السادس. سؤال جميل جدا. بيقول لك ايه هنا? خمسة اطفال لدى كل منهم قطعة ورق مسلسة ومربعة ودائرية. يعني عنده سلاس قطعة. واحدة على شكل مفلس. واحدة على شكل مربع والاخرى على شكل دائر. وضع كل منهم الاوراق في كومة كما بالشكل. حطوهم في حزمة زي كده او كومة. كم طفلا منهم وضع المسلس قبل المربع? آه. تعال نشوف السؤال. بيقول لك هنا المسلس قبل المربع. يعني المسلس هو اللي في الاول والمربع بعديه. مش بعديه مباشرة يعني المسلس هو اللي تشتيبه مسأل الاول والمربع تشتيبه التاني او التالت. طب عرفت مني يا استاذ ما هو قال لي هنا عندي سلاس قطع ورقة مسلسة ومربع ودائرية. يبقى اكيد لما حط المسلس مسلا في الاول المربع يكون المسلس قبل المربع. يبقى المسلس هو اللي بمسلا اول ومربع التاني او التالت. تعال نشوف كده مع بعض هنا. هنا عندي اول حاجات دائرة. وبعدين المربع وبعدين المسلس. طبعا غلط. هو كده حط المربع جاب للمسلس. يبقى ده مش هكذا. طيب تعال هنا. هنا انا عايز المسلس قبل المربع. ده المربع هو في الاول ومسلس بعدين. غلط. طيب تعال نشوف هنا هنا المسلس اول واحد خالص من جوه وبعدين دقائرة وبعدين المربع. هتقول لي غلط لا يا استاذ ما هو المسلس هو في الاول والمربع بعدين ناحية التانية. يبقى دي معي صح. تعال نشوف هنا المسلس جوه خالص هو وبعدين المربع المسلس هو اللي قبل. يبقى دي معايا. طب تعال نشوف هنا كده. اه دي المسلس قبل ايه? قبل المربع. طيب تعال نشوف هنا. طبعا هنا المسلس قبل المربع في الاول. وبعدين هنا الدائرة وبعدها ايه المسلس. يبقى بالتالي الاجابة هتكون ايه ثلاثة اشكال. خد بالك معايا. احنا قلنا ده المسلس في الاول قبل المربع. هنا مسلس قبل المربع. هنا طبعا المسلس قبل المربع. يبقى بالتالي اجابة هتكون ايه? هتكون جيم ثلاثة اشكال هما اللي انا خدتهم. طيب. كده الموضوع مفهوش اي مشكلة. طبعا السؤال السابع بيقول لك لدها صارة ستاشر كرة في زرقاء. تمام ستاشر كرة لهم ازرق. تمام كده? اهو. وعنده الالة اللي تحت دي. تحول كل سلاس كرات زرقاء الى كرة واحدة حمراء. يعني كل سلاسة كرات بالازرق بيطلعوا لي بواحدة حمراء. وتحويل كل كراتين حمروين يعني كل اتنين احمر بعد كده. هيتحولوا الايه? الى خمسة اخضر. ايه يا سيزل السؤال ده? تعني مش واحدة واحدة ما دوسها لجد. هو عاوزي بالسؤال ما اقبع عدد من الكرات الخضراء يمكن ان تحصل عليها باستخدام هذه الى. اه نمشي واحدة واحدة كده. هو بيقول لي عندي الى. اي ستاشر كرة زرقاء. بيمتلك صار عندها ستاشر كرة زرقاء. قالك ان كل سلاسة ازرق بيتحولوا الواحدة احمر. طب يبقى ستاشر فيها كم سلاسة? ما هو تلاتة او تلاتة? عايزين نعرف ستاشر فيها كم سلاسة? يبقى ستاشر تقسيم سلاسة. اقرأ حاجة لها خمستاشر. خمستاشر تقسيم سلاسة فيها خمسة والباقي واحد. مناش دعو بالباقي. يبقى عندي ايه? خمسة. يبقى كام? يبقى عندي خمس كرات حمراء. لان الستاشر كل سلاسة. يبقى الستاشر فيها كم? ثلاتة فيها خمس? ثلاثات. فبالتالي ستاشر تقسيم سلاسة فيها خمسة. يعني الخمسة دي هتكون ايه? هتكون احمر لان خلاص دول هيتحولها يا ابو احمر. خلاص يبقى دي واحدة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. اهي خمسة. يبقى عندي خمس كرات حمراء. طيب. تعبا نكمل الجزء التاني. بيقول الخمسة اخدر. طب ما انا عندي الاتنين دول هيتحوله لخمسة اخدر. والاتنين دول هيتحوله لخمسة اخدر. الواحد ده مش عام فانا عايز اتنين. يبقى خمسة زي الخمسة يساوي كام? عشرة. يبقى اكبر عدد اقدر احصل عليه من القراط الخضراء هو مين? عشرة والاجابة هتكون بقى. طيب. تعا نشوف السؤال التامي. يوجد في الفصلة تسعة وعشرين طفلة. امتاز ربنا يحفظهم. عندي تسعة وعشرين طفلة. بعدد الاطفال كلها في الفصلة تسعة وعشرين. اتنشر طفلة لديهم اخت يعني اتنشر واحد عنده اخت. وطمنتشر واحد طفل له اخ. طيب احمد وامر وهند دول الاشخاص السلاسة الاطفال السلاسة ليس لديهم اخ والاخ ما لهمش الاخ والاخ. كم عدد الاطفال في هذا الصف لديهم اخ واخت? يعني عايز عدد الاطفال اللي مشتركين في الاخ والاخ معنا. الوقت انا عندي عدد الاطفال كلهم تسعة وعشرين صح? اتناشر طفل لديهم اخت وطمنتاشر له اخ. طب تعال نجمع. ما لاش نجمع استنى. هو قالك بعد كده جملة تانية احمد وعمر وهندي ليس لهم الاخ والاخ. اه يبقى دول سلاسة. يبقى تسعة وعشرين دول شاملين كل حاجة. منهم سلاسة ما لهمش اخواتي يبقى تبقى كام? ستة وعشرين. يبقى تسعة وعشرين هنقص منها تلاتة. يساوي كام? يساوي ستة وعشرين. تعالك تبقى بالطريقة رصية اسهل. تسعة وعشرين نجس منها سلاسة. يساوي كام? ستة وعشرين. يبقى عندي ستة وعشرين طفل عندهم اخ واخت. او اخت. طيب. هو بيقولي هنا ان اتناشر طفل عندهم اخت. وطمنتاشر طفل عنده اخ. طب تعانيش مع كده اتناشر زاد تمنتاشر. تطلع بكام? اتنين وتمانية عشر صفة معناة الواحد يبقى بتلاتين. اه. طب ازاي يا استاز? هنا بثلاثين والعدد بكل تسعة وعشرين. يبقى ازا في اطفال في لهم اخ واخته في نفس الوقت. طب نجيبهم ازاي? الثلاثين دي نقصة من الستة وعشرين احنا جبناها. اللي هم عدد الاطفال اللي يهم اخ او اخت. يبقى معك كام? اربعة. يبقى الاجابة هتكون كام يا ابطال? هتكون اربعة. يبقى الاجابة هنا هي يجيب. يبقى اربع اطفال ليهم اخ واخت في نفس الوقت. مشتركين في عدد الاخوات اللي هم الاخ واخت. طيب. السؤال التاسع. لدى زيت بطاقة. اتنين بطاقة. بطاقتين. على كل وجه منهما كتب عدد. اجمالا يوجد اربع اعداد. اها. مجموعة الاعداد الاربعة اتنين وثلاثين. يعني الكلام ده. ومجموع العددين على البطاقة الاولى يساوي مجموع العددين على البطاقة الثانية. ما العددين المختفيين على الجهة الخلفية للبطاقتين. يعني عندي هنا بطاقتين مكتوبة من الوش ومن الجفة. يعني مسلا هنا اتنشر وهنا خمسة. يبقى كتب الجفة بتاعها فيه رقم. والجفة بتاع ديه فيه رقم. المفروض نجمعهم مع بعض. ونجمع الاتنشر مع الخمسة يديني يكام اتنين وتلاتين. طب احنا مش عارفين دي تنحل. نحل ازاي? بص يا سيدي. دلوقتي مجموع العدد لارضاعة اتنين وتلاتين. يبقى لازم نجمع رقم ده. يبقى اتناشر زائد خمسة. بكام? بسبعتاشر. بعدين نطرح اتنين وتلاتين ناجز سبعتاشر. يساوي كام? اتناشر مع السبعة. ودي تبقى اتناشر مع السبعة كام? بخمسة واتنون از واحد بواحد. يبقى مجموع الرقمين اللي هم في الخلف بخمستاشر. اه تبتاع انجرب كده هنا الحلول اللي عندي? مجموع رقمين بخمستاشر. ستة وتمانية ببحتاشر ما تنفحش. يبقى لازم ادور على عددين مجموعهم خمستاشر. هنا تسعة وستة خمستاشر. عشرة خمسة بخمستاشر. حداشر اربعة خمستاشر. اه. طب اختار اي واحد فيه هم كلهم بخمستاشر. لازم تحقق المعلومة اللي هنا ان المجموع البطاقات يصابع. فانا عايزين نعرف حاجة متمشي مع المسألة. اللي اتناشر دي نقص منا خمسة. اه. يبقى اتناشر ناقص خمسة. يساوي كام? يساوي سبعة. يبقى لازم اشوف عددين اطرحهم مجموحهم خمستاشر وترحهم يساوي سبعة. هل تسعة نقص ستة بسبعة? لا. عشر ناقص خمسة بسبعة? لا. حداشر ناقص اربعة بسبعة. يبقى حداشر ناقص اربعة يساوي سبعة. يبقى مين هم العددين? حداشر واربعة. والاجابة هتكون ده. السؤال العاشر سؤال جميل جدا وفيه فكرة مميزة. سؤال جامد. يريد سعيد كتابة الارقام صفر واحد واثنين وتسعة مكان علامة الاستفهام للحصول على اكبر مجموع ممكن. اه اي الخيارات سيكون ممكنة بدلا من علامة الاستفهام. طيب تعال افهمك واحدة واحدة. يعني ايه هزا الكلام? عايزين نكتب هنا عدد مقام من ثلاث ارقام ونكتب هنا رقم من الاربع ارقام اللي فوق بحيس يديني اكبر مجموعة. طيب. العد ده في احد وعشرات ومئات يبقى لازم المئات تكون اكبر رقم. اكبر رقم عندي هنا تسعة يبقى اكتب هنا تسعة. اللي بعدين لازم يكون كبير عشرات يبقى هنا اتنين. اكتب هنا واحد. يبقى عندي صفر اكتب الصفر هنا. لو جيت تجمع يبقى تسعمية واحد وعشرين. طب تعال نجرب حاجة تاني. نفس الكلام ممكن اكتب هنا التسعة برضو. وهنا الاتنين. وحط هنا الصفر وهنا الواحد. هيدين برضو اكبر ما يمكن. يبقى تسعمية واحد وعشرين. يبقى علامة الاستفهان فيها كم رقم? ممكن احط الصفر وممكن احط الواحد. يبقى الاجابة هتكون الف صفر او ايه? او واحد. تعال نشوف السؤال عقام حداشر. بيقول السؤال عقام حداشر دوت. يتم وضع اربعة ارقام في المربعات الصغيرة في الجدول المجاور. اذا كان مجموع ارقام الصف الاول هو ثلاثة. اه. فان مجموع ارقام الصف الثاني هو تمانية. ومجموع ارقام العمود الاول هو اربعة. ثم هو مجموع الارقام في العمود الثاني. تعال نفهم واحدة واحدة المسألة بكل بساطة. قال لك ان عندي مربعات صغيرة فيها صفوف وفاقة عمدة. ده كده اسمه صف. ده كده اسمه صف. واللي فوق ده كده الرأس اسمه عمود. وده كده اسمه عمود. طيب. قال لك ان مجموع ارقام الصف الاول بتلاتة. ده الصف الاول. مجموع الارقام هنا بيسوي تلاتة. ومجموع ارقام الصف التاني بتمانية. ده الصف التاني. يعني هنا فيه رقمين مجموحهم بتمانية. وفي نفس الوقت مجموع ارقام العمود الاول العمود الاول هوق بكام باربعة? بيساوي اربعة. يبقى مجموعة الارقام في العمود التاني بتساوي كام اربعة. طيب. تعال نجرب. كم زاد كامل يساوي سلاسة? نجرب هنا مسلا اتنين وهنا واحد اتنين واحد سلاسة. طيب. انا عايز اكمل هنا. اتنين وكامل دين اربعة اتنين واتنين. طب اتنين زاد كامل يساوي تمانية اتنين زاد ستة يساوي تمانية. اجمع بقى العمود الثاني. فين العمود الثاني? اهو. يبقى ستة زاد واحد يساوي كام? ستة زاد واحد بيساوي كامل يساوي سبعة. يبقى الاجابة هتكون كامل الطال. هتكون بقى. طيب. طيب. طيب حطيت هنا مسلا الواحد اهو. لو جيت عن تلك بشكل تاني. حطيت هنا مسلا اهو وقالك مجموعة الارقام هنا تلاتة وهنا تمانية وهنا اربعة. حط هنا يا سيدي مسلا الواحد. واحد واثنين تلاتة. يبقى واحد زياد كم يصور اربعة واحد زياد ثلاثة. تلاتة زياد كم يساوي تمانية دي تمانية. تلاتة زياد خمسة. اجمع تلاتين وخمسة يديك برضو سبعة. نفس الاجابة اللي احنا قلناها. طيب السؤال رقم اتناشر سؤال مميز جدا وهيبين الناس فهمة ولا لأ. وزن الكأس وهو ممتلئ بالماء اربعمية جرام. يبقى الكأس ومعا الميا وزنهم مع بعض اربعمية جرام. ووزن وهو فارغ مية جرام. يعني الكأس وهو فاضي ما فوش ميا وزنه مية. ووزن الكأس مع الميا اللي ملياء باربعمية. كم جرام وزن الكأس ونصفه ممتلئ. تركز في الجملة دي. يعني عايزي من السؤال هنا انا عطيك كأس مليان مية. وزن الكأس والمية معا سويا بربعمية جرام. بعدين عطتك معلومة تانية ان وزن الكأس وهو فارغ بمية جرام. طيب احنا عايزين بجا ايه هنا ايه معنى الجملة دي? عايزين وزن الكأس ونصفه ممتلئ. اه يعني عايز نصف المية. ولعايز نصف الكأس بس واللي عاوز ايه. افهم الجملة كويس. كم كيلو كم جرام وزن الكأس ونصف ممتلئ. يعني لما الكأس يكون نصف مليان مية الوزن هيكون كام في الحالة دي. يبقى نصف وزن الكأس ونصف وزن المية ونجمعهم على بعض. يبقى اول حاجة. وزن الماء فقط بدون الكأس هنا اربع مية وهو فاضي مية يبقى المية بكام بتلتمية يبقى اربع مية نقص منها مية يساوي تلتمية جرام ده وزن الماء بس. اه طب هو عايز وزن نصف الكأس. طب نصف الكأس الكأس هنا كان فاضي. نص هو كده كام نص خمسين يبقى وزن يبقى نص وزن الكأس وهو فارغ. نص كام نص المية كام يبقى مية تقسم على اتنين فيها خمسين. طب ونص وزن المية. ما هي المية بكام المية وزنها التلتمية بنصها كام تلتمية تقسم اتنين يعني كام مية وخمسين. طب يبقى الاجابة هتكون كام يا استاذ. خد بالك. ما هنا هنا تلتمية يبقى وزنها كام. تلتمية نص وزن المية يبقى مية وخمسين. طب وزن الكأس هو فارغ كام مية. طب يبقى وزنه هو آآ مع المية كام عايز النص وزن الكأس ونصف ممتلئ. نص الكأس ممتلئ. طب هو نص الكأس ممتلئ. هتيجي تقول لي مثلا نص الربع مية متين. او نص المية خمسين. احنا جدنا وزن المية تلتمية الحالة. المية الواحدية تلتمية. طيب يبقى التلتمية نصها كام? نصها مية وخمسين. وبالتالي وزن الكأس هيكون كام? عايزين نصف وزن الكأس وهو مليان. يبقى بالتالي الاجابة هتكون كام يا ابطال. موضوع بسيط جدا. ما فيهوش اي مشكلة. مين يقدر يفكر معايا? بس يبقى وزن نصف الماء بدون الكأس مية وخمسين. يبقى عايزين وزن الكأس ونصه ممتلئ. هنا نص الكأس هو فرق خمسين. احنا عايزين وزنه نصف الكأس. الكأس هو نصه مليان. يبقى هو فاضي مية. خلاص يبقى مية. والمية كام? المية تبقى النص. نص المية مية وخمسين. يبقى المجموع كام هنا? متين وخمسين. يبقى الاجابة هتكون ده. يجي واحد نصح يقول لك انا اخد متين متين غلط ما تنفحش. ما تجمع لش خمسين مع مية وخمسين. لأ. انا عايز وزن الكأس كله لما يكون نصه مليان. لما هو الكأس هو فرق مية. ونص المية مية وخمسين. يبقى المجموع متين وخمسين. طيب. دعا نشوف السؤال الجاي ده. بدأت هندي في كتابة بعض الارقام في الجلال المقابل. كعملية ايه بعد كده هتكرر ان يحتوي كل صف وكل عمود على الارقام واحد واثنين وثلاثة مرة واحدة فقط. ركز في الجملة. كل صف وكل عمود يحتوي على الارقام دي مرة واحدة بس يعني بدون تكرار. ما مشموع الارقام في مربعين الف وباء. طيب. جنة ده اسمه صف. صف اول صف تاني الصف التالت ده العمود الاول العمود التاني العمود التالي. عارفنا دي. ده كده اسمه صف. وده اسمه عمود. طيب. اقول لك هنا هنستخدم الارقام دي مرة واحدة في كل صف وكل عمود. طيب هنا عندي هنا واحد. آه طيب احط هنا اتنين. مش هتنفع. ليه يا استاذ? ما قال لك ما ينفعش يكون في العمود رقمين زي بعض. ولا في الصف رقمين زي بعض. يبقى بتلي من شان فعنا اكتب اتنين. اخد مين? اخد السلاسة. وبعد اخد هنا الاتنين. اهو موجودين مرة واحدة في صف. طب تعال نكمل كده. هنا سلاسة وهنا اتنين. يبقى هنا كام واحد. طب هنا واحد. يبقى اكتب هنا اتنين. مش هتنفع لان اتنين واتنين ما ينفعوش. يبقى اكتب هنا كام. اكتب سلاسة. وبعد هنا كام. اهو كام هنا يا استاذ. يبقى هنا سلاسة وهنا اتنين. خلاص طعا نكمل. هنا سلاسة وهنا اتنين. اكتب هنا كام? اكتب واحد? نشوف ادي واحد ماشي قلب واحد. طب هنا اتنين وهنا واحد. اتنين ويبه هنا كام? هنا ثلاثة. طب تعال كده نشوف احنا متأكدين او حلنا صح ولا غلط. طبعا قال لك كل صف في واحد اتنين ثلاثة بحيث ما يتكررش. ادي الصف الاول واحد تلاتة اتنين تلاتة اتنين واحد اتنين واحد تلاتة. والعمود نفس الكلام. يبقى ايضا حل صح? يبقى اتعنج مع الف وبه. يبقى الف بواحد وبه بتلاتة. يبقى واحد زيت سلاسة يسوي كام اربعة? يبقى الاجابة هتكون بقى. ودي الاجابة الصحيح. طيب السؤال لكم اربعتاشر بيقول لك هنا بقى حوار بين الكمترا والموز والتفاح. الكمترا مع الموز بيقولوا احنا ثمنون معا عشر ريالات. احنا الاتنين مع بعض بعشرة ريالات. جات الموز مع التفاح قلت لك احنا ثمنونة معا سبع ريالات. وجات الكمترا مع التفاحة قالوا احنا ثمنونة معا خمس ريالات. تمانهم مع بعض بخمسة. دول صحاب. ما انت مين مع بعض? كل اتنين مع بعض بعشرة ريال. دول الاتنين مع بعض بسبع ريال. الاتنين مع بعض بخمسة ريال. هو عاوز يبقى السؤال ده كم يكون سمنونة جميعا? يعني لو الكمترا جات مع التفاحة وجات مع الموزة. الثلاثة يكون تمانهم بكام? خد بالك معي هنا الموضوع ده سهل وبسيط جدا. عندك هنا كومترة وموزة. وكذلك عندك هنا كومترة موزة وتفاحة. وعاوز ايه هنا؟ عاوز تمانهم مع بعض. خد بالك انا عندي هنا مش عافح لها كده عادي. لازم اعمل هنا حركة معينة. عندي هنا كومتراية وكمتراية. يبقى عندي كم كومتراية? اتنين. وعندي هنا موزة وعندي هنا موزة. يعني عندي اتنين. ادي مستينة هون. طب وعندي كم تفاحة? عندي تفاحة وعندي تفاحتين. بتعني نجمعهم مع بعض. يبقى اتنين كومترا. زائد اتنين موزة. زائد اتنين تفاح. بتعني نجمعهم. يعني نجمع عشرة. زائد سبعة زائد خمسة. يديني كام يا استاذ عشرة وسبعة سبعتاشر. سبعتاشر وخمسة. يدك اتنين وعشرين. ايه استاذ ده? يبقى معنى كده ان تمن التفاحتين. والحبتين كومترا. وحبتين التفاح باتنين وعشرين ريال ايوة. طب انا عايز تمن واحدة منهم بس. يبقى نجيب نص الاتنين وعشرين. يبقى دول مع بعض. الاتنين من كل واحدة كلهم باتنين وعشرين. يبقى دول بكام? اتنين وعشرين نجيب نصها. تطلع بحداشر ريال. والاجابة هتكون ايه هنا? هتكون جين. ودي الاجابة الصحيحة. طيب. تعال بقى نشوف السؤال. طبعا انا حديدت هنا عايزينهم مع بعض. السؤال اللي بعد كده. رقم كام? رقم خمستاشر. مجموعة من الكلاب عدد ارجلها يزيد عن عدد انوفها او انوفها بمدار تمنتاشر. كم عدد الكلاب? تاني. مجموعة من الكلاب عدد ارجلها يزيد عن عدد بنوفها. اول ما اقول لك كلمة زيادة معناها هنا نقصان. انت بتاخد مصروف عشر ريال اخوك بياخد عشرين ريال. اه يبقى ازياد من ازياد منك بعشرة. كنتها ازاي? طرحت عشرين نقص عشرة? اعطاني عشرة. بكلمة زيادة معناها نقصات. طيب احنا عايزين نحل السؤال ده نحله ازاي? انا هفطرد انا عندي خمس كلاب. خمس كلاب. طيب الخمس كلاب دول هيكل لهم كم انف? خمس انوف. والكلب في كم رجل في اربع رجول? عدد الارجل كام? يبقى خمسة درب ااربعه بيستوي عشرين. طب عندي كم انف? هم خمس كلاب يبقى كل كل بلو انف واحدة. يبقى خمسة انوف يبقى عشرين زيادة خمسة? اهه.. لأ. هنقول ناقص نوع اللي قال لي هنا زيادة. يبقى 20 ناقص خمسة. خمسة انها هي عدد الانوف. عشرين ناس خمسة يساوي كام? 15. يبقى هنا كام? هنا الانوف. هنا خمس كلاب. فانف واحدة يساوي خمسة. مترحهم من بعد يديه خمستاشر. هل هو اعطاني تمنتاشر? لا. يبقى دي مش هتنفع. يبقى بالتالي الاربعة مش هتنفع. الخمسة بنفعتش برقم الاقل منها المنفعش. تعال نشوف الستة. اعتبر ان انا عندي ستة كلاب. طيب. يبقى فيهم كام رجل? الكلب الواحد في اربع رجول. وعندي ستة كلاب يبقى ستة ضرب اربعة يساوي اربعة وعشرين. طيب والانوف هم ستة كلاب. وكل كلب له قام في واحدة يبقى ستة في واحد بستة. تطرحهم من بعد. اربع عشرين نقص ستة يديك كام? تمانتاشر. يبقى فعلا عنطاني نفس الرقم يبقى الاجابة تكون كام? عدد التلاب هنا هيكون جيم وهي الاجابة ستة. ايه سؤال الرقم ستاشر? ازا كان كل شكل داخل المربع ده اللي قدامك ده يمثل عددا مختلفا. ومجموعة عدد كل صف موضح بالشكل التالي. يعني هنا القلب مع النجمة مع الدقرة بخمستاشر. السلاث دوائر مجموحهم باتناشر. القلبين والنجمة مجموحهم بستاشر. عايز اقفل النجمة بكام? لما تيجي تبدأ من هنا لازم ابدأ من صف او من عمود. طبعا انا شايف ان اسهل واحدة فيه مبدأ من هنا لان اجيب لي سلاث دوائر باتناشر. سلاث اشياء مجموحهم باتناشر يبقى اوزع الاتناشر عليهم بالتساوي يبقى هنا اربعة وهنا اربعة وهنا اربعة. اربعة اربعة تمانية اربعة اطماناشر يبقى الدقرة بكام باربعة. كده اجيبت اول حاجة. طيب. يبقى هنا كام اربعة? يبقى انا عايز احسب دول مع بعض احسبهم ازاي? كام زاد اربعة يسوي خمستاشر يبقى خمستاشر يسوي كام يسوي احداشر يبقى دول مع بعض باحداشر كويس. خلاص تعالى تحت يببى دول زي دول لفوق يببى دول بكام باحضاشر يببى انا عايز دوت اجيب ده ازاي يببى ستاشر نقص من احداشر يسوي كام خمسة يببى القلب بكام بخمسة طيب هو عايز النجمة ما النجمة دي مرتبطة بالقلب النجمة والقلب مع بعضها بحضاشر والقلب بخمسة يببى بكام حضاشر ناقص خمسة يسوي كام ستة يببى الاجابة هتكون ايه استاذ هتكون دل ودي الاجابة الصحيحة نقول تاني هنا الاتناشر وزحتها على السلس دوائر كل واحدة باربعة حط اللابرة هنا عشان هنا نفس الدائرة يببى دول مع بعض مجموحهم بكام كام زي دار باربعة يسوي خمس عشر حضاشر يببى القلب والنجمة مع بعض الهداشر بعد كده قلت هنا عندي النجمة والقلب مع بعض بحداشر زياد كام يسوي ستاشر زائد خمسة يببى القلب اللي ازرع بخمسة انا عايز النجمة يببى خمسة زياد كام يسوي ستاشر عفوا هنا كام يببى هنا القلب بخمسة والنجمة انا عايزهم مع بعض يببى حضاشر من ازرع خمسة يسوي ستة او ممكن اعوض كده خمسة وخمسة عشرة زي ما قلنا عشرة زياد كام يسوي ستاشر يسوي ستة وهكذا يببى الاجابة هتكون دل. طيب السؤال اللي جاء بقى سؤال مهم جدا. بيقول لك سؤال منتاز وفي فكرة مميزة. عندك او لديك بلطات على شكل حرف ال. حرف ال ال انجليش شايفين حرف ال ال ده اهو يعني شكلة عامل كده اهو ده حرف ال ال. اهو بس بالمش اقلب. يعني كده. هو مفوت كده اهو مش اقلبه كده. اهو عادي. طيب. ماله بقى حرف ال ال ده اهو اساس. تتكون كل منها من اربعة مربعات كما هو معضحة بالشكل. يعني عندي حرف ال ال مقاوم من اربعة مربعات. ادي واحد. ادي اتنين. ادي سلاسة. ادي اربعة. كم شكلة من الاشكال التالية يمكنك صنعها عن طريق لصق اثنين من البراط المحتمعن. يعني معاك حبتين من دول هجلزاجهم مع بعض. تقدر تكون كم شكل من دول? تاني. هو اعطيك هنا شكل على اه اه شكل علية حرف ال. قالك لو انت معاك حتتين من دول. حبتين من دول. نفس بعض. تقدر من الحبتين دول لما تركبهم مع بعض. تكون كم شكل من الاشكال اللي قدامك. تعال نشوف مع بعض. انا دوقتي لو جبت الشكل اللي هو الاولاني اهو رسنته زي ما هو. وجبت حبة زيها وركبتها كده. شايف? اه تاني شايف? اهو. جبت حبة تانية حطتها عليها. مع بعض. مش اعطني ده. يبدا معايا. خلاص ده معايا. تبتعال نجيب الشكل بطريقة تاني. جدته بس دورته بالشكل ده. هجيب كتعة تانية هركبها فوقي مسلا كده. اهو شايف? مش ده. هو هو ده. يبدا معايا ايضا. تمام. تعال نجيب الشكل ده هنحطه بطريقة تانية. حطه كده مسلا. واجب كتعة زيها هركبها كده. مش ده. هو هو ده? يبا ده معايا. اهو نفسك. تعال انشوف كده الشكل الربع هينطب معايا ولا لا? لو انا جبت القطعة حطتها بالشكل ده ده حرف ال. وجبت القطعة زيها حطتها بالشكل ده كده شايف? ومش ده. هو هو ده? ايوة بالشكل ده معايا. يبا انا داكتي كونت كم شكل? اربع اشكال? والاجابة هتكون ايه? هتكون ده. طيب. السؤال راكم 18 يكون عمار عددين من الارقام اللي جدامك دي. واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة. اه ما لهم العددين? كل عدد منهم بتكون من كم رقم? سلاسة ارقام. ويستخدم كل رقم من ارقام ديت مرة واحدة فقط. ما ينفعش استخدم الرقم مراتين او اكرره مراتين. هو عايزي بالسؤال ما اكبر مجموع يمكن ان يحصل عليه عمار? اه اه. طيب. عندي عدد بيكون من سلاسة ارقام يبقى لازم اكون اكبر مجموع يبقى عندي عددين زائد عددين يديني اكبر ما يمكن. فعندي العدد الاول احد عشرات مئات يبقى خانة المئات لازم تكون اكبر حاجة يبقى اخد هنا الستة. طب يبقى تحت اخد الخمسة عشان هم عددين. عايز اكبر حاجة. يبقى اخد هنا الاربعة يبقى اخد هنا السلاسة عشان يديني اكبر حاجة العشرة. يبقى حط هنا الاتنين. وحط هنا ايه? الواحد. يبقى ستمية اتنين واربعين زائد خمسمية واحد وتلاتين. بس بعد كده بنعمل ايه? نجمع اتنين زائد واحد بتلاتة. اربعة زائد سلاسة سبعة. ستة وخمسة احداشر. اعطاني كام? الف مية تلاتة وسبعين. يبقى الاجابة هتكون الف.